صباح الخير هاني صباح الخير لكم يارا وأيضا منا نعم يسعد صباحك هاني لو تطلعنا على آخر المسجدات في بيت لحم نعم أنا اخترت أن أكون في هذا الموقع في المدخل الشمالي لمحافظة بيت لحم وهو ما يعرف محيط مسجد بلال بالرباح يعني هنا الاحتلال يقيم ثقنة عسكرية بالقرب أو يعني في محيط هذه المنطقة هذا مسجد بلال بالرباح احتله الاحتلال وأيضا أقام عليه ثقنة عسكرية وجدار وهذا البرج يشكل يعني عبارة عن منطقة للتنغيص على المواطنين وأيضا لإجراء يعني لقيام الاحتلال أيضا بإطلاق النيران على المواطنين والتنغيص على حياتهم وأيضا لمراقبة حركة السير على هذا الشارع شارع القدس الخليل المعروف بحيويته وأهميته في هذه المدينة وأيضا يصل إلى شارع المهد وهو المؤدي إلى ساحة كنيسة المهد وعلى يعني ذا ما تحدثنا هو يقع وسط أحياء مدينة بيت لحم الشمالية الأحياء الشرقية من هنا وأيضا مخيم عيدة وأنا الموقع الذي أتواجد فيه هنا أحياء سكنية وأيضا فنادق مهمة مثل فندق قصر جاسر الذي أعلن عن إغلاقه تماما من قبل الشركة التي تديره بفعل أيضا الغطرسة الاحتلالية والاستهداف الاحتلالي لهذا المعلم التاريخ وأيضا لهذا الفندق الذي حاز على قبل شهرين على أفضل فندق تاريخي في العالم اليوم يعني هو مغلق بفعل إجراءات الاحتلال يعني اليوم أيضا سنكون في استمام ساعة 11 ونصف مسيرة مهمة ستنطلق من ميدان باب الزقاق وسط المدينة سوب هذه المنطقة وأيضا جرت العادة أن تخرج مسيرات إلى هذه المنطقة التي دائما يقمعها الاحتلال من خلال هذا البرج أيضا من خلال هذه البوابة التي تخرج منها عداد كبيرة من قوات الاحتلال لقمع يعني وصول المتظاهرين وأيضا المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات إلى هذه المنطقة الاحتلال يقمع هذه المسيرات بكل ما أتيه من وسائل وعتاد عسكري نتحدث يعني وإن كان وذا ما تحدثنا عن قنابل الغاز والصوت فهي لها يعني دائما مضار كثيرة جدا الغاز الذي يستخدم هو ضار جدا وغاز يعتقد الكثير والخبراء أنه غاز جديد يطلق على المواطنين بشكل عام يعني ليس في بيت اللحم لكن بشكل عام الاحتلال يستحدث كل وسائل إجرامه لكي ينفثها على أبناء شعبنا واستخدمها ضد أبناء شعبنا هذه الأحياء يعني تحدثنا عنها قبل قليل متضررة جدا يعني إذا ما قلنا عن قصر جاسر أغرب تماما لكن نتحدث عن مباني السكنية وعائلات كثيرة المئات من العائلات تسكن في هذه المنطقة متضررة جدا من اعتداءات الاحتلال ليست يعني ليس أيضا في هذه الفترة فترة هذه هبت الغضب من أجل القدس ورفضا لقرارة رام لكن يعني في جميع الأحوال الاحتلال يعني يستهدف هذه المنطقة المنطقة الشمالية من بيت اللحم نعم كل الشكر لإلك زميلنا هاني فنون كنت معنا من بيت لحم ترجمة نانسي قلبي